السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا الأعزاء تلاميذ الصف الثاني في مدرسة المناهل الدولية أعزائي وأصدقائي الطلاب كيف الحال؟ هل الجميع بخير؟ هل الجميع بصحة وعافية؟ لقد اشتقت لكم كثيرا أحبائي قبل أن نبدأ بالدرس تعالوا معي لنشاهد هذه الصورة ولنتعرف من خلالها على موضوع الدرس هيا بنا نعم ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى هنا كتلة صغيرة من الحديد مكونة من مسامير ودبابيس وأشياء أخرى وهنا في الطرف الآخر ماذا نشاهد؟ نشاهد قطعة كبيرة قامت بجذب هذه القطعة الصغيرة لاحظوا معي إذن هذه القطعة الكبيرة قامت بجذب القطعة الحديدية الصغيرة ماذا نسمي هذه القطعة الكبيرة؟ ماذا نطلق عليها يا عزقائي؟ ماذا نسميها؟ نسميها المغناطيس ماذا نسميها المغناطيس؟ أحسنتم يا عزائي هيا لنكتب هيا لنكتب عنوان الدرس إذن عنوان الدرس أشكال المغناطيس هيا كرروا معي أشكال المغناطيس أشكال المغناطيس أحسنتم يا أصدقائي وهنا ماذا نرى؟ لقد شاهدنا منذ قليل هذه الصورة وفيها المغناطيس وقام بجذب مجموعة وكتلة من المسامير والدبابيس هل هناك أشياء أخرى غير الحديد مثلا هل يوجد قطع خشبية أو قطع بلاستيكية لاحظوا معي أيضا هنا في الصورة الثانية إذن معظم هذه الأشياء مصنوعة من الحديد إذن يمكننا القول بأن المغناطيس يجذبه ما هي الأجسام التي يجذبها المغناطيس؟ المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية إذن نكرر المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية هل يقوم المغناطيس بجذب الخشب؟ طبعا لا يقوم بجذب البلاستيك؟ طبعا لا إذن يقوم بجذب الأجسام الحديدية لاحظوا معي هنا المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية نعم أحسنتم يا أصدقائي أنواع المغناطيس هيا بنا لنتعرف على أنواع المغناطيس لاحظوا معي هنا في هذه الصورة ماذا نشاهد؟ نشاهد كتلة سوداء لاحظوا معي كتلة سوداء التسقط بها مجموعة من المسامير إذن هذه الكتلة هي مغناطيس هي عبارة عن مغناطيس ما نوع هذا المغناطيس؟ إذن النوع الأول للمغناطيس هو مغناطيس طبيعي إذن يسمى هذا النوع من المغناطيس مغناطيس طبيعي ماذا يسمى؟ يسمى مغناطيس طبيعي أحسنتم يا أصدقائي وهذا النوع من المغناطيس يتم استخراجه من باطن الأرض إذن من أين يستخرج هذا النوع من المغناطيس؟ من باطن الأرض أحسنتم يا أصدقائي وهنا لدينا النوع الثاني للمغناطيس لاحظوا معي نعم لاحظوا الشكل هذا المغناطيس إذن هذا النوع من المغناطيس يسمى مغناطيس صنعي ماذا يسمى؟ يسمى مغناطيس صنعي نعم هذا النوع من المغناطيس يتم صناعته في المعامل أين يتم صناعة هذا النوع؟ في المعامل أحسنتم يا أصدقائي نعم أحسنتم إذن أصبح لدينا نوعا للمغناطيس النوع الأول هو مغناطيس طبيعي لاحظوا معي على شكل كتلة نعم النوع الثاني مغناطيس صنعي إذن هذا النوع تتم صناعته في المعامل أحسنتم يا أصدقائي للمغناطيس الصنعي أشكال مختلفة إذن للمغناطيس الصنعي أشكال مختلفة هيا بنا لنتعرف على أشكال المغناطيس الصنعي لاحظوا معي هنا هذا المغناطيس له حواف مستقيمة ووجه المغناطيس يشبه المستطيل لاحظوا معي ماذا نطلق على هذا الشكل للمغناطيس؟ ماذا نطلق عليه؟ إنه مغناطيس مستقيم مغناطيس مستقيم أحسنتم نعم هيا بنا لنشاهد الشكل الثاني لاحظوا معي يختلف عن الشكل الأول فهو منحني لاحظوا معي ويختلف كثيرا عن المغناطيس الأول يسمى هذا الشكل مغناطيس نضوي ماذا يسمى مغناطيس نضوي؟ أحسنتم يا أصدقائي نعم إذن أصبح لدينا شكلان مغناطيس مستقيم ومغناطيس نضوي نعم لاحظوا معي في هذه الصورة ماذا نشاهد؟ ها نشاهد مغناطيس على شكل إبرة حوافه على شكل إبرة يختلف عن الشكلان السابقان وهذا النوع ماذا نطلق عليه؟ هذا الشكل ماذا نطلق عليه؟ إنه إبرة مغناطيسية ماذا يسمى؟ إبرة مغناطيسية أحسنتم يا أصدقائي نعم نحن نشاهد على أطراف المغناطيس رمزان وحرفان هما S و N ماذا يمثل كل حرف؟ هيا بنا لنتعرف على ذلك إذن الحرف S هو رمز القطب الجنوبي الحرف S هو رمز القطب الجنوبي والحرف N هو رمز القطب الشمالي الحرف N هذا هذا القطب هو القطب الشمالي وهذا القطب هو القطب الجنوبي نعم أعيد إذن الحرف S يمثل القطب الجنوبي والحرف N يمثل القطب الشمالي بمعنى أن هذا الطرف أو هذا القطب هو القطب الجنوبي والقطب الآخر هو القطب الشمالي آلية التجازب والتنافر ماذا نشاهد هنا في هذه الصورة في هذه الصورة الأولى لاحظوا معي إذن نشاهد مغناطيسان وقد ابتعدى عن بعضهما البعض لماذا؟ لأن القطب هنا شمالي وأيضا القطب المقابل له شمالي والقطبان المتشابهان يتنافران إذن القطبان هنا في هذه الحالة متشابهان ولذلك المغناطيسان في حالة تنافر نعم أحسنتم يا أصدقائي إذن نشاهد المغناطيسان هنا في حالة تنافر لأن هنا القطب شمالي والقطب هنا شمالي نعم هيا لنشاهد الصورة الثانية ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ نشاهد مغناطيسان وقد اقتربا من بعضهما البعض لماذا؟ لأن القطب هنا جنوبي والقطب المقابل له شمالي وهنا القطبان مختلفان لذلك المغناطيسان في حالة تجازب لاحظوا لأن القطبان مختلفان أما في الصورة الأولى القطبان متشابهان شمالي مع شمالي فهما في حالة تنافر أما هنا جنوبه مع شماله فالمغناطيسان في حالة تجازب نلاحظ هنا القطب الشمالي مع القطب الشمالي تنافر القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي أيضا تنافر إذا في هذه الحالة القطبان متشابهان وهنا القطب الشمالي مع القطب الجنوبي تجازب القطب الجنوبي مع القطب الشمالي أيضا تجازب هنا القطبان مختلفان القطبان مختلفان نعم أحسنتم يا أصدقائي والآن يا أصدقائي سنقوم بمراجعة بسيطة للدرس من خلال حل مجموعة من التدريبات السهلة والجميلة هل أنتم مستعدون هيا بنا نعم السؤال الأول أحيط بخط مكونا مجموعة من الأجسام التي يجزبها المغناطيس أعيد السؤال أحيط بخط مكونا مجموعة من الأجسام التي يجزبها المغناطيس وهنا لدينا مجموعة من الأجسام ونريد أن نضع خط حول الأجسام التي فقط يجذبها المغناطيس نعم هيا لنبدأ هذه القطعة ما هذه القطعة نعم إنها قطعة إسفنج هل يقوم المغناطيس بجذب الإسفنج بالتأكيد لا إذن لا يقوم المغناطيس بجذب الإسفنج إذن لا نضع خط حول هذه القطعة لا نقوم بوضع خط ننتقل إلى القطعة الثانية ماذا نشاهد هنا إذن إنه مشطن مصنوع منه لبلاستيك نعم وهل يقوم المغناطيس بجذب البلاستيك بالتأكيد لا إذن لا يقوم المغناطيس بجذب البلاستيك إذن لا نضع دائرة حول المشط نعم وهنا ماذا نشاهد إنها مسامير إنها مسامير حديدية مصنوعة من الحديد نعم أحسنتم وهل يقوم المغناطيس بجذب هذه المسامير بالتأكيد نعم لأنها مصنوعة من الحديد والمغناطيس كما ذكرنا سابقا بأنه يجذب الأجسام الحديدية أحسنتم يا أصدقائي إذن سنقوم بوضع خط حول هذه المسامير نعم ممتاز وهنا ماذا نشاهد هنا نشاهد دبابيس وراقية لاحظوا معي وهذه الدبابيس مصنوعة من الحديد إذن هذه الدبابيس مصنوعة من الحديد ومغلفة بالبلاستيك وهل يقوم المغناطيس بجذب هذه الدبابيس بالتأكيد نعم لأنها مصنوعة من الحديد إذن هيا لنضع هيا لنضع خطا حول هذه الدبابيس نعم أحسنتم يا أصدقائي نكمل وهنا لدينا السؤال الثاني أصل بخط بين صورة المغناطيس والعبارة التي تدل على شكله أصل بخط بين صورة المغناطيس والعبارة التي تدل على شكله هنا لدينا أشكال للمغناطيس ويجب أن نقوم بتوصيل كل شكله إلى اسمه المناسب هيا لنبدأ بالشكل الأول ماذا أطلقنا على هذا الشكل؟ ماذا نسميه؟ هيا أنا أنتظر الإجابة ماذا نسمي هذا الشكل؟ هل هو مغناطيس مستقيم؟ أم إبرة مغناطيسية؟ أم مغناطيس نضوي؟ أنا أنتظر الإجابة إنه مغناطيس نضوي أحسنتم يا أعزائي وهذا الشكل ماذا نطلق عليه؟ ماذا نسمي هذا الشكل؟ هيا يا أحبائي هل هو مغناطيس مستقيم؟ أم إبرة مغناطيسية؟ هيا يا خالد ماذا نسميه؟ خالد يقول مغناطيس مستقيم هيا لنرى الإجابة أحسنت يا صديقي أحسنت رائع إذن الإجابة صحيحة بقي لدينا هذا الشكل ماذا نسميه يا أصدقائي؟ إذن الشكل الأخير ماذا نسميه؟ إنه إبرة مغناطيسية نعم أحسنتم يا أصدقائي جدا رائع والآن أعزاء الطلاب انتهى الدرس شكرا لكم على حسن المتابعة ولكن عزيزي الطالب هناك بعض النصائح أريد أن أقدمها لك في ظل انتشار هذا الوباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا قبل الطعام وبعد الطعام لا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى حافظ على النظافة الشخصية تناول الطعام الصحي والمفيد لكي تقوي جهاز المناعة بارك الله بكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر